كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تقدم فيها بأسماءات التهنئة للسيد الرئيس داعيا المولى عز وجل أن يكلل المسيرة الوطنية بالتوفيق والسداد مشيرا إلى أن هذه المناسبة أكدت على الوسطية والتسامح والاعتدال في الدين الإسلامي لهداية البشرية جمعة كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ولفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام